نحن لا نتحدث عن إلغاء قانون نتحدث عن قانون يحمي الناس من بعض المستطفلين من بعض المسيئين من بعض الذي يريد أن يستخدم الأنترنت أو يستخدم شبكات التطبيقات الألكترونية لاستغلال وابتزاز الناس هذا كلنا نتفق عليه لكن المواد الموجودة في هذا القانون مواد كارثية يعني عقوبات خطيرة جدا ومخالفة للمادة 38 من الدستور يعني مخالفة صريحة واضحة يعني أنا أقرأ لك المادة 38 من الدستور بالمناسبة أولا حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل خلاها مطلقة المشرع ثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر خلاها مطلقة ثالثا قال حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون فقط حرية الاجتماع والتظاهر يعني أي نقطة تخليها بالحد من الحريات نعود إلى عملية كيفية السيطرة على المتطفلين أو الذين يسيئون لخصوصيات الناس ولأعراضهم يجب أن تكون هناك بوابات لأي مواقع الكترونية وهمية تغلق يجب أن تتكفل الدولة بأغلاق كل المواقع الكترونية التي تسيئ للناس من هي هذه المواقع الكترونية؟ هناك جيوش الكترونية لمسؤولين ولجهات رسمية وجهات غير رسمية لديها هذه الجيوش الكترونية التي تسيئ لبعضها البعض نحن نتحدث عن هذه أما أن نأتي على سبيل المثال يعني لو يسمح للأخ قاطع يعني هاي المادة مثلا السجن لمدة سنة وغرامة من 2 إلى 5 مليون لكل من يعتدي على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والأسرية والمجتمعية شنية الأسرية والمجتمعية والأخلاقية؟ هذي واحد السجن المؤبد شوفان السجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية النظام المالي يعني ماذا معناها؟ نحن نتكلم عن هذه العناوين الفضفاضة عن هذه العقوبة يعني هل من المعقول مهرب المخدرات لا يسجن مؤبد والذي يعتبر يعني من كلام ربما يخطأ في بغداد أو محافظة أخرى أو في خارج يعتبرون أساءة سمعة العراق أو سمعة البلد ربما تكلم بكلمتين أو ثلاثة هذا يروح مؤبد وذاك سنتين ويطلع الذي يسرق المال هذا يسجن سنة وحدة وهذا مؤبد الذي يأتي بأدوية ويقتل الناس فيها ويهرب الأدوية الحقيقية هذا ملعقوبتها وين هي العقوبة هذا ملعقوبتها نتكلم عن عقوبات ليس فقط سالبة الحريات وإنما عقوبات أنتم لم تكن لكم تدور بهذا لا شوف هذا القانون من 2007 إلى 2011 وصل لا دخلت لا دخلنا وقفنا في 2011 بالمناسبة طلبنا من الحكومة في وقت السيد المالكي ووقف القانون البرلمان وقفه ما أدري يذكر الأخ قاطع لو ما يذكر وقفنا لكن في 2019 على ما أعتقد في شهر واحد قرأ القانون قراءة أولى هذا القانون كتب على قبل التطبيقات الإلكترونية كتب على المواقع الإخبارية كانت مواقع إخبارية تهاجم جهات رسمية يعني محددة كان مصول المواطن المواطن مصول من لكن بعد وجود تطبيقات الإلكترونية فيسبوك وتويتر والإستجرام وكل التطبيقات الإلكترونية الأخرى الآن أصبح هذا القانون لا يناسبها